ولك ان انت تتخيل النهاردة الدين ده وصل لنا ازاي وإحنا عاديين بنتكلم عنه في التكيفات وتحت الإضاءات وفي الاستوديوهات وحضراتكم بتشوفونا في بيوتكم عبر هذه الشاشات تخيلوا الدين ده كم من الدماء التي أسيلت من أجله هذا الدين كم من الأرواح التي زهقت من أجله علشان يوصل لنا لدرجة ان سيدنا خباب بن الأرض لما وصل به ما وصل من قسوة المشركين وشدة العذاب رحل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جعبة فبيقول له مش طالب حاجة هو بيقول له ادع ربنا يعني كفاءة اللي احنا شايفينه ألا تدعو الله لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يغضب يحمر وجهه وقال له ايه اسمعوا كده قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه وكأن النبي بيقول له انتوا ما شفتوش حاجة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كل اللي حصل ده ما يجيش ذرة في اللي شافوه قبليكم حطوا الكلام ده نصب أعينكم قدام أي ابتلاء قدام أي مصيبة قدام أي شيء بتمر بيه كرب هم حزن حط الكلام ده كده قدام عينك حط المصائب التي مرت بمن قبلنا أمام أعينك ليه علشان تهون عليك الدنيا كلها لو حبيت أتكلم عن الصحابة اللي شافوا صنوف وألوان من العذاب يبقى السنة دي هتخلص ومش السنة دي اللي هي 23 لا سنة 24 وأنا لسه بتكلم عن هؤلاء الأبطال هؤلاء الأبطال الذين كان على رأسهم بلال الحبشي كلنا عارفين بلال الحبشي كان عبد عند راجل لعنده دين ولعنده رحمة ولعنده إنسانية ولعنده شفقة كان يخرج بلالا إلى الصحراء في عز الظهيرة وكان يضع على صدر بلال صخرة وكان يطرق بلال للصبيان يلعبون به يضعون الحبل في عنقه أعزكم الله ويسحبوه كده من رأبته لحد ما الحبل أثر في عنقه وبلال لا ينطق سوى بكلمة أحد 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 وبلال رضوان الله عليه وعرضاه كان عارف كويس أوي إن الكلمة دي بيضغيز المشركين ولذلك كان بيقول لو في كلمة أعرف إنه يضغيزهم أكتر من دي كنت قلتها لحد ما عد أبو بكر الصديق وقال لأمية اللي هو كان سيد بلال ألا تتقل لها في هذا المسكين فأمية قال له خلصوا أنت مش أنت اللي أفسدته خلصوا فسيدنا أبو بكر ساوم أمية على إنه يدي له شاب أجمد من بلال وأجلد من بلال وفوق كل ده عشر أواقي من الذهب فأمية حبي حقر من شأن سيدنا بلال فقال له واللات والعزة يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا لا خير فيه فسيدنا أبو بكر حب يرفع قدر سيدنا بلال فقال له والله لو أبيت إلا مئة أوقية لعدتها لك الخير كله في بلال وأعتقى الصديق بلالا لوجه الله والله يرضى عن سيدنا الفاروق اللي كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتقى سيدنا طيب نخلص من سيدنا بلال نلاقي الأسرة الياسرية أسرة آل ياسر عمار بن ياسر وأبو ياسر وأم سمية بنت خباط اللي كانوا يتحملون صنوفا من ألوان العذاب والإيذاء وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم فيقول صبرا أهل ياسر فإن موعدكم الجنة بنوا مخزوم كانوا بيخرجوا بالأسرة الياسرية في عز الظهيرة يلبسوهم الدروع الحديد اللي متسخنة على النار تخيلوا ويرموهم في الصحراء وتخيل أبو جهلي عدي عليه لعنة الله فيضرب سمية بنت خباط في موطن عفتها فتلقى الله شهيدة لتكون أول شهيدة في الإسلام ترجمة نانسي قنقر